اعادة الامل للرياضة الليبية وجمع شمل شباب الوطن الواحد من خلال لعبة لطالما كانت ومزالت وستبقى تتحدث لغة المحبة والسلام وهي كرة القدم والتي من خلالها نعاول على بناء غد مشرق لليبيا والتي نأمل ان تخرج من النفق الى الافق من خلال الرياضة بطولة ليبيا الامل لكرة القدم موضوع حلقة اليوم من كيكوف ولكن اسمح لي بداية ان ارحب بضيفي في الاستيديو الاستاذ اسامة بن ناصر الصحفي بصحيفة لكيبا الفرنسية مرحبا بك كافة نادرور شكرا لكم وكل استطاع في مازل معك سعيد جدا بتواجد مرة تانية في برنامجكم المميز كيكوف الحوار سيكون سجال معك في حلقة اليوم بإذن الله ان شاء الله يكون حلقة المميز بإذن الله بعد ان نتابع هذا التقرير بالتأكيد سنعود للحوار ونتحدث عن موضوع بطولة ليبيا الامل لكرة القدم مع السيد اسامة بن ناصر ولكن بعد ان نتابع هذا التقرير بطولة جديدة في كرة القدم والاتحاد العام الليبي لا زال يتخبط ويبحث عن فرصة لإقامة الدوري الليبي في حين نجد الهيئة العامة للشباب والرياضة تسعى الى عودة النشاط الكروي الى الملاعب الرياضية من خلال بطولة ليبيا الامل الودية لكرة القدم البطولة التي ستنطلق على ملاعب طرابلس وسط مشاركة من قبل 13 ناديا جلهم من فرق الدوري الدرجة الاولى الامر الذي يوضح مدى تعطش اندية الدوري الممتاز للعودة الى المنافسة داخل المستطير الاخضر اندية الاتحاد والوحدة والشط والترسان والمحلة مهابي الاشار والنصر زليتن والسويحلي وخليش سيرث بالاضافة الى دارنس والسقور والشرار والأولمبي كلها جاءت للمشاركة في البطولة من اجل ارسال رسالة مفادها ان بالرياضة تبقى ليبيا وحدة واحدة ويبقى كل الليبيين اخوة في الله والوطن المسابقة ستقام بنظام المجموعات حيث قسمت الفرق المشاركة الى اربع مجموعات يتآهل اوائل المجموعات الى الدور النصف النهائي وسيتم تطبيق كافة اللوائح والقوانين المتعرف عليها الهيئة العامة للشباب والرياضة ارادت من هذه البطولة لما الشمل من خلال دعوة كافة مناطق ليبيا اليها تحت شعار ويبقى الامل بالرياضة فكما هو معروف انما تفسده السياسة تصلحه الرياضة اضافة الى تهيئة الفرق الرياضية لاعادة نشاطها من جديد استعدادا لدور تم الاعلان عن عودته في اوراق الاتحاد العام الليبيلي كرة القدم ولم ينطلق الى غاية الساعة في ظل التخبط الذي يعيشه الاتحاد العام للعبة هذه الايام الدورية الممتاز لم ينطلق ولكنها هي دورة وبادرة طيبة من هيئة الشباب والرياضة دورة ودية تجمع 13 فريق بالتأكيد قسمت هذه الفرق على اربع مجموعات كل هذه التفاصيل سنحدث فيها مع الزميل وسامة بن ناصر ضيفنا هنا في السوديو وسامة يعني هنالك يبدون مماطلة من اتحاد الكرة لكن هيئة الشباب والرياضة وسامة يعني في ظل هذه الظروف الصعبة هيئة وبادرة الآن برعاية وتنظيم دورة ودية تجمع 13 فريق ليبي في ظل الظروف صعبة جدا وسامة شوف كابتنا ودروف أنا نتفق معك تماما في لفظ مماطلة من اتحاد الليبي لكرة القدم خاصة ان الظروف الى حد ما لم تتغير وقدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة بتنظيم بطولة حتى لو كانت مصغرة بس 13 فريق تعتبر رقم مهم جدا في عالم كرة القدم وتنظم البطولة في حجم فرق من الدرجة الاولى معظمها باستثناء فريقين اعتقد ان هي بادرة مهمة ومهمة جدا واتحاد الليبي كان باستطاعتها في فترة ما حتى على الاقل من شهرين او ثلاث شهور ماضيا من شهر يناير او فبراير كان على الاقل يقدر ينظم بطولة حتى لو كانت من جولة واحدة ذهاب فقط اللي قدرت عليها هي تشباب الرياضة في وقت خرافي على فكرة لازم نترقلها اخي عبير وفنط هذا وقت خرافي جدا تنظيم البطولة وتجهيزها كان في فترة ايام بينما كانت عندهم فترات طويلة جدة اتحاد ليبي لكرة القدم بالضافة الى الوقت وسامة اعتقد حتى ان العمل المادي غائب تماما جدا حسب ما حضرنا موتمر صحفي ان الدعم المادي معدوم يكاد يكون معدوم ولكن مجهودات شخصية من الملجنة المنظمة بصراحة لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل اعتقد ان لازم نشكرها الناس حتى لو كان بمجهودات بسيطة وحتى لو كانت البطولة مش بالقيمة الكبيرة التي نتخيلها كبطولة الدوري العام ولكن على الاقل بروفة حقيقية لبطولة الدولة تقام في ليبيا بحضور الجماهير كلمة مهمة جدا ما يقول سينخي عبد الروف انك تستطيع في دروف هذه انك انت تقيم بطولة بحضور الجماهير ومنقولها هوا بشارة في بعض القناوات التلفزيونية اعتقد انجاز يستحق الذكر الاتحاد الليبي لازم يتخذ عظى ودرس من هذه القصة هذه يعني قدرت الهيئة العامة الشاب ورياضة بلجنة تنظيم مشكلة حديثا من 10 الى 12 يوم بالزبط قدرت تخاطب الانديا وتحصل على موافقات الانديا وتستضيف الانديا وتستقطبها وجي لملاعب ترابلس وتنظم مع المسؤولين على الملاعب A сотруд pen rep على البطولة يمكن ان تقام بطولة ناحية الدولي العام بشراف ايضا عام ممكن جدا لكن هذه فرصة دهبية كابتن رحم فرصة دهبية الاتحاد العام لاتخذ الدرس من هذه البطولة أعتقد أن كل الطرق ممهدة الآن والبروفال الحقيقية ستقام أمامها على مدار الأسبوع القادم لازم يتخذ منها تجربة حقيقية ليستفيد منها في فترة مارس لأن أنت تعرف الكاف والفيفا رسلت رسميا لاتهاد ليبيا ريكورد القدم وهذه المستندات تطلعت عليها رسميا أنه لو لا يوجد دولة ممتازة هذا الموسم لن يكون في مشاركة العام القادم وستنزل الترتيب التصنيف الحقيقي لليبيا في فيفا إلى أدنى مستوياته من تاريخ ليبيا هذا الموضوع أكثر وسهمة المشاركات لا تقتصر عن مشاركات الأندية فقط حتى المنتخب في التصفيات الأفريقية القادمة شروط الاتحاد الأفريقي الجديدة بعد 2016 في دول المحترفين التي أجبرت عليها الاتحادات الأهلية في كل الدول حتى لو نحكي على دول العالم التالي المتخلفة مثل دول أفريقيا البعيدة علينا حتى ثقافيا وتاريخيا فرضت عليها دول المحترفين فالاتحاد الليبي أمام مأزق كبير جدا الآن تنظيم الدوري اللي هو ليس له يعني ما فيش تو اوبشن حاليا أجدام الاتحاد الليبي كورتقدم فيه اوبشن وحيد اختيار وحيد أمامه لازم نضم بطولة حتى يتسمى له مشاركة في البطولات القادمة سنواصل الحديثة وسامة البطولة فعلا انطلقت اليوم بلقاء افتتاح جمع فريق السوحلي والترسانة للحديث عن هذا الموضوع ما رأيك الآن أن نستقبل السيد علي نواصري عضو اللجنة الإعلامية ببطولة الأمل لكورة القدم معنا عبر الهاتف أهلا وسهلا بك أستاذ علي أهلا وسهلا بك برنامجك المتميز وأهلا وسهلا بك الشاقر جميعا أستاذ علي اليوم كان افتتاح بطولة ليبيا الأمل نبارك لكم هذه الخطوة وهذه البادرة ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله اليوم كانت فيه ثلاث مبارئات بالإضافة إلى المبارئة الافتتاحية التي جمعت السوحلي والترسانة هناك لقاء آخر في ملعب الأكاديمية بجنزور جمعة فريق الأولمبي بفريق النصر سنيطن وأيضا مباراة أخرى كانت في ملعب نادي الترسانة بسوق الجمعة جمعة الترسانة أو جمعة دارنس وخليص سرد كيف كانت النتائج اليوم السيد علي وكيف تقيم مستوى الفرق في هذا اليوم الافتتاحي لهذه البطولة أولا نبارك لكل الفرق المشاركة ونبارك أكيد لكل جمهور كرة القدم الليبية اللي كانوا في شوق دائما لإعادة الروح لكل جمهور كرة القدم الليبية وهذه البطولة هي ما هي إلا بداية لانطلاقة الترسانة الليبي بإذن الله طبعا طلقت البطولة في هذا اليوم في مباراة الافتتاحة تفوق السويحلي على الترسانة واحد سفر هو في مباراة ملعب الترسانة تفوق فريق خليص سرت على فريق دارنس ثلاثة واحد والمباراة الأخرى بين الأولمبي تفوق على نصر الزيتن ثلاثة ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين والمباراة الأخرى فقد أنها تمت بالتعادل نعم نعم كيف تقيم من المستوى الفرق المشاركة؟ نعم كنت الآن في حوار مع المدربين خليص سرت ودارنس الأستاذ مطلوب مختار وكذلك العبد العاب بالقب كل الجميع يشيط أولا بتنظيف مثل هذه البطولة لأن الجميع لديه رغبة ويأكيد يعود النشاط ولكن المستوى الفني لم يكن بشكل كبير جدا لأن النسخ التدريبات لم يكن متوازيا دائما بقوة في الفرق الخاصة في المنطقة الشرقية اللي يتعاني من بعض الظروف ولكن الأستاذ والله شفنا الأرحات كبيرة جدا لمباراة دارس خليص سرت خاصة في الشرق الأول كانت المباراة متميزة جدا ولمحات متميزة واستطاعت لأننا سنتجل هدف في آخر دقائق وكان بمقدور تزيل هدف ثاني والمستوى المرزي والجميع سعيد المباراة الكرة بغضى نعبر عن نتالي ونحن كذلك أستاذ علي سعادات جدا بعودة الحياة للملاعب في طرابنس وإن شاء الله تعود الحياة في الملاعب في كل ليبيا الحبيبة أستاذ علي حتى يوم الأمس لم يتأكد مشاركة فريقي الشرارة وفريق السقور هل حضر فريقي الشرارة والسقور أم لا أستاذ علي حضر فريق الشرارة ولم يحضر فريق السقور حضر فريق الشرارة ووصل إلى العاصمة ترابنس وأعتقدنا فريق السقور يتمكن الظروف خاصة به بالتواجد في ترابنس والمشاركة ولكن سيكون فريق الاتحاد هو الفريق المعود لفريق السقور فريق الاتحاد زي ما نعلمه أنه أعلى مشاركته في البطولة يوم أمس وكانت مفاجأة كبيرة وصار في الوصف الصحفي فريق الاتحاد سيحل في المسبوعة الثالثة وسيلعب مبارياتها بدلا من فريق السيقول وسيكون فريق الاتحاد هو الفريق رقم 11 طيب السيد علي أخيرا ماذا عن برنامج يوم الغد وموعيد المباريات اليوم الغد إن شاء الله أكيد أمنك الإجابة الآن ولكن بعد دقائق سنكون في اجتماع اللجنة الإجلامية وسيظهر الثلاث أيام القادمة الجزء والمتكامل سنمتكم به وسيكون لديكم أولوية بالعلم إن شاء الله أستاذ علي النواصري عضو اللجنة الإعلامية في بطولة ليبيا الأمل لكرة القدم كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس شكرا جزيلا لك إذن أسامة يعني رغم كل الظروف الصعبة فريق الصخور لم يحضر نظر لأسباب يعني حسب ما شرنا سيد علي النواصري من اللحظات الآن عبر الهاتف لكن يعني تظهر هنا معادن الرجال المحبين للرياضة واللي عندهم نوايا صافية فعلا حقيقة يعني نشدوا على أيديهم ونشدوا بيهم ليس لتلميع أي منهم ولكن لإعطاء كل ذي حقا حقا وسامايا الآن هؤلاء الرجال بإمكانيات بسيطة ودعنا نقول بمجهودات داتية ربما أو هكيدا صحيح هذه البطولة الآن تفتتح اليوم بثلاث مباريات أو أربع مباريات شوفنا مستويات طيبة حتى الآن شوفنا فرق جهز منذ فترة طويلة ولكن كل الملامة على الاتحاد العام الليبي لكرة القدم صحيح كابتن عبد الروف خاصة أن دروف استثنائية وصعبة جدا لقيمة فهرة وتشكيل البطولة وفي حداتها نحن لازم نتفقى للمبدأ أن كلنا قلبا وقالبا مع أي حد يقدر يساعد ويعطي سابورت ودعم لكرة القدم الليبي لأن هذا هدفنا جميعا كوسط رياضي كشائر رياضي كصحافة رياضية وكعلام رياضي وكل من لهم علاقة ومتابعة لكرة القدم الليبي المجهودات هذه مهمة جدا لصالح الجميع لكل مكسب لكي نكونوا صديقين مع الناس اللي تتابع فينا ومع الناس اللي تتابع في الشأن الرياضي مكسب من جميع الجانب المكسب الحقيقي والناس أعيد به جدا مكسبين مهمين جدا 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 كابتن عبد الروف نعم رقم واحد فيه جيل مهم جدا من كرة القدم الليبي جيل تراوح عمر كان في الستاشي لغاية 22 سنة في ست سنوات لم يمارس كرة القدم ما جاءتش الفرصة الذهبية للظهور أمام الناخب الوطني كليمنتي أو حتى المنتخب العلمبي أو منتخب 17 سنة جيل كامل فقد من بين أيدينا وربما كان فيه مواهب كبيرة جدا تمثلنا خارجيا أو داخليا ربما بعض الاستثناءات البسيطة أو الطفرات اللي اللي لعبت مع الأهل والاتحاد وجدتها الفرصة الذهبية لأن الأهل الاتحادي شارك فريقيا فبرزت إلى حد ما ولكن فيه جيل مذنب لعبين في خليج سرط ودارنس والشرارة فيه لعبين من طينة لعبين مميزين جدا شفت اليوم مباراة النصر زليتن والأولمبي مباراة مهمة جدا بغض النظر على اللياقة البدنية اللي عندها مشاكل أعتقد أنها مشاكل أساسية في التكوين من الفترة الماضية كلها لأن البطولة جد فجأة أو أنت تعرف التجهيز مجاش على مراحل فيسيولوجية حقيقية ولكن أعتقد أنها خامات مهمة مهمة جدا وهذه أكثر شيء يسعدني كمتابع وكصحفي وكناقد الكل يعرف أن اللعب الليبي ممهوم بالفترة صحيح جيل كامل لازم يأخذ فرصة الحقيقية ولو ربما كليمنتي يعجب بأحد رياضيين ويمشي المنطق بيحقق النتائج كبيرة أو يحترف ويبين اسم ليبيا ساما دعني نسألك لو سمحت يعني لو عدنا إلى يوم الأمس وهو موعد لإعقاد المؤتمر الصحفي بروتوكول حقيقة معتاد للتواصل مع الإعلام الرياضي أنت قلت آسف على المقاطعة أنت قلت نقطة في غاية الأهمية أنا كنت بنعرج عليها هي النقطة رقم 2 أنا سعيد جدا بالمؤتمر الصحفي كابتن عبد الروف لأول مرة أشعر بأنه في احترام للصحافة والإعلام اللي هي الدور الحقيقي في نجاح هي تظاهرة هو إيفنت في العالم كله يعني المؤتمر الصحفي أكبر دليل على احترام المسؤولين ونحب بصراحة نشكرهم شخصا شخصا وفردا فردا لاحترامهم لكل الصحفيين والإعلامين لأن المؤتمر الصحفي حط النقاط على الحروف رغم أن كلنا حطين إدانا على قلوبنا ويكون لآخر لحظة مش متوقعين بداية البطولة لربما اعتبارات لوجستية لربما اعتذارات في آخر لحظة ولكن الناس كانوا في حجم المسؤولية أعطى مؤتمر صحفي ووضحوا فيه كل شيء رغم حتى بعض السلبيات البسيطة التي لا يقاس عليها بل تذكر حتى لا تتكرر مرة أخرى ولكن أعتقد أن احترامهم للصحافين والإعلامين مهم ومهم للغاية في إنجاح البطولة وهذا ما يساهم في إنجاح هذه البطولة وأعتقد أنها ستكون ناجحة وهذا دليل صفاء ناماياهم تم الكشف عن كل ما يتعلق بهجواء البطولة شوف أني لا نكون متفائل أكتم لازم كابتن عبد الروف ونقول أنها مثالية أو بيرفكت بس بس البروتوكول نجح بتقدير جيد جدا على الأقل في بعض السلبيات بس هذه أمور نتوقعها باعتبارات لوجستية مهمة جدا كابتن عبد الروف دروف الطيران، دروف النقل، دروف المواصلات جوانب الأمنية جوانب الأمنية اعتدارات الفرق التي لا يمكن أن تأتي في آخر اللحظة أنت تعرف هناك اعتبارات أخرى لا يمكن أن ترى خشفها اجتماعية فالبروتوكول كان مميز والمهم جدا للصحافيين لما أرى عيون الصحافيين كلهم رضا تام على ما قدمتها للجنة المنظمة على الأقل تقدير الاحترامها للوسط الإعلامي والميديا التي لها دور كبير على الفكرة وكنا دائما تغفل الجهات المسؤولة على تنظيم مثل هذه التظاهرات ولكن أعتقد أن هذه المرة احترمت فاحترمت من الصحافة والمحترم يحترم طبيعي وسامة نظام البطولة تم اعتمادة حسب ما نوقش يوم الأمس في المحترم الصحافي أنه حسب لوائح الاتحاد العام وحسب لوائح الاتحاد الدولي كيف رأيك يا مولا؟ أعتقد أن النظام كان نظام معتمد دولي نفس نظام الفيفا باستثناءات بسيطة مما يتناسب مع الوضع الحالي 13 فريق وزعوا على أربع مجموعة هم 13 فريق حاليا بعد اعتدار الصقور اليوم رسميا عوض بالاتحاد هو من ذهاب فقط يترشح الأول من كل مجموعة نصف نهائي وتلعب المباراة النهائية التي حدثت بطل المسابقة طيب الاعتماد الملعب كيف رأيت اعتماد الملعب هذا اللي جاهز حاليا اثرابس الدولي اثرابس الدولي طبعا هو اللي اعتقد الأكثر جاهزية ملعب الأكاديمية اعتقد واحد من الملعب المميزة حاليا في الفترة الأخيرة وخاصة الأرضية نحن بيش نحكو عن ناحية التجهيزية ولكن الأرضية مميزة ملعب الترسانة اعتقد أفضل ملعب نادي حاليا يعني الأفضل بالنسبة لنا على الأقل من الأهل والاتحاد لأنه هو الوحيد اللي جاهز حتى المنطقة اللي موجود فيها منطقة لوجستية سهل الوصول لها والتنقل فيها أعتقد حتى ما تكلمنا مع كابتن سابريس ويسي المسؤول عن منشآت التجهيزات الرياضية المتاح حاليا هذا الأفضل هذا الأفاليبول اللي حاليا جاهز وأعتقد أن اختيار موفقه للغاية نتلات ملعب تحت هذه البطولة النجلة المنظمة وسامة رصدت جواز لأجوعة البطولة يعني هناك كأسين لصاحبي الترتيب الأول والثاني وجائزة لأحسن لعب وجائزة لأفضل حارس وهداف البطولة وأيضا هناك جائزة لأفضل فريق روح رياضي صحيح وأفضل حكم وأفضل حكم وهذه نعم طبعا عجبتني لأن برضو الحكام يجب أن يأخذوا حقهم الشرعي زي ما رأي فيه رياضيين ظلموا في جيل تحكيمي كامل ظلم في ليبيا لأننا نطالب الكأف والتحاد الفريقي دائما عبد الروف لماذا معنى ناس تلعب في بطلات كبيرة نحكي على حكام تنظب على مستوى على مستوى الكومفيدرالي على الأقل على مستوى التصفيات المؤهل لكاس العالم أو كاسة أفريقية ولكن بما أنها معنى دولة حقيقية فالطبيعي جدا أننا نتوقع من المسؤولين في الكاف مجدي شمس الدين أو غيرها المسؤولين على التحكيم في الاتحاد الفريقي ربما عندهم ثقة في بعض ثلاثة أربع حكام اللي يجربوا من قبل زي محمد رجب زي فواد المغربي زي بالخير لأنها أسامي كبيرة ولعبت قبل عندهم فيهم التقيقة والجهزية ولكن الحكام نفسهم عندهم أنا تكلمت من بعض الحكام اللي كانوا موجودين عندهم رغبة جامحة أن يرجعوا الملعب لأن عودتهم ملعب حتى أهلهم يلعبوا فريقيا حتى اللجنة منظمة بصراحة وفقت في اختيار أفضل حكم في البطولة لأن هذا سيعطي إمج صورة كويسة للتحكيم الليبي سيعطي حافز للتحكيم الليبي أن يكون الفترة القادمة نمر لمتابعة ما رصدته عدسة برنامج كيكو من لقاء لأجواب بطولة ليبيا الأمل لترى تقارب هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد طبعا هذه البطولة اسمها أمل ليبيا الهدف الهدف اجتماعي من أجل اللحمة الوطنية وأعطاها رسالة إن ليبيا في الطريق إلى النماء وأن تكون في السكة الصحيحة الهدف ليس بطولة ونتائج مباريات الهدف أكبر من ذلك فكرة البطولة فكرة جيدة وإن جاءت متأخرة ولكن طالما أن الفكرة الآن أصبحت واقع ملموس اليوم بحضورنا للمؤتمر الصحفي وتزايد عدد الفرق الدوري هذه الفرق التي أكدت تركبتها على المشاركة في هذه البطولة هذا يؤكد شيء مهم جدا أن الرياضة في ليبيا بإمكانها أن تلعب دور كبير أن تجمع الليبيين أول شيء نشكر العامة الشباب والرياضة على إقامتها لها البطولة التي بصراحة كنا مشتقين لها ويجدت في الوقت المناسب من فترة طويلة كما تشوف أنت كنا الرياضة كان عطشان مثل هذه البطولات وهذه الدورات نتمنى أن البطولة تقام على أحسن واجه وأن حتى هنا نقدموا إضافة في هذه البطولة ونضع شيء في هذه البطولة بطولة الأمل التي هي البطولة لأجل ليبيا الحبيبة إذن الأراض تفقت ولكن هناك رأي واحد وهو رأي الزميل عبد المجيد بغتار الذي أكد على أن البطولة جاءت في وقت متأخر تويد ذلك شوف أنا طبعا إلى حد ما متأخر ولكن أن تشعر شامعة أفضل من أن تلعر من الضلام وأن تأتي خير من لا تأتي أبدا فعلى أقل في مجهود بذل من الناس يعني لو لم يكن بطولة الأمل لم يكن بطولة أصلا فعلى أقل بطولة الأمل أفضل مما لا يوجد بطولة بالأحرائيين البطولة في وقتها متأخر نعم ولكن الناس ليس منطبها بروا أن يقوموا بطولة وهم مشبرين ليس منطبها ليس دورها الحقيقي ولكن هم داروا جهد يشكروا عليه على الأقل أحيو وعادوا عشرات المرات لأنها دارت أحيات من العدم لم يكن أصلا أي فكرة لبطولة ولكن أصرت أن تقيم بطولة ويجيب أنديا من مناطق لربما لوجستيا بعيدة حاليا ودورة في طيران ونقل وسكن وفنادق ولكن أصرت أن تقيم الحياة الحديث وسامة يطول على الاتحاد العام بلو كرة القدم سنواصل معك الحديث بما يخص هذا الموضوع ولكن بعد أن نمر إلى هذا الفاصل ومن بعد نواصل لا تذهب بعيدا مكشا ترجمة نانسي قنقر إذن لازلنا نتواصل معكم مشاهدين في هذه الحلقة من كيكوف والتي خصصنا فيها الحديث عن جواب بطولة ليبيا الأمل لكرة القدم ولكن في هذا المحور سنتحدث مع ضيفنا هنا في الستوديو سامة بن ناصر صحفي المتخصص في صحيفة الكيبة الفرنسية عن الاتحاد العام الليبي لكرة القدم وعن موضوع المنتخب الوطني ومشاركة المرتقبة في تصفيات الكان وهنا لك مباراة على الأبواب مع فريق ومع منتخب سوطان برينيسي بوسامة الناخب الوطني بقيادة الإسباني خافير كليمنتي تم اختيار 23 كيف شفت اختيارات كليمنتي اختيارات غريبة ومفاجئة بصراحة اختيارات اندلت تدل على أن الناخب الوطني بعيد جدا لكرة القدم الليبية اي متابع حتى لو كان مدرب غير حاصل على رخصة سي ستكون اختيارات بالنسبة لوجهة نظري البسيطة التي لا قيمة لها طبعا ستكون أفضل عشرات المرات من مختير نبدو بحراس المرنة وسانا وهذا اللغز الكبير محمد نشنوش محمد نشنوش الغير ناشط حاليا في نادي الدرسي الدرسي اللعب البديل لم يلعب أي مباراة رسمية حمز البرجي الرديل الذي لم يلعب أي مباراة رسمية وهذا غريب جدا خاصة حراسة المرمى يعني ABC كرة قدم تعرف أن الحارس يجب أن يكون على أقل ناشط لفترة طويلة جدا يكسب ثقات لا ننقص مقيمة التلاتية على فكرة بس المنطق واللوجك يقول أن اختيارات حراسة المرمى دائما لما يكون اكتف وناشط دائما ويلعب في المباراة الأخيرة على الأقل حاليا الفريقين المشاركين الأهلي والاتحاد الطبيعي جدا الاتحاد حارس مرمى محترف من كود دفار والأهلي يلعب أحمد الفيتوري وهو حارس جديد وناشط وعند يانقو قاعد صغير السن وعلى الأقل جرب مباراة مهمة العب ثلاث مباراة حقيقية المباراة الرسمية أمام أونس المالي والهلال السوداني استقبل مرمى هدف واحد وهذه نقطة تحسب لحارس مرمى جديد صغير في السن لعب مباراة مهمة في الشمبيون لغ الأفريقي حتى لو كنت اختياراتي محمد نشنوش اللي نعتمد عليه ونعرف الخبرة وكذا لا نختلف مع النقطات ولكن اعتقد اختيار حمز البرجي اختيار غريب جدا حارس ملعب مباريات اختيار جمال بنوارا ومدرب حراس أهلي ترابلس كان الفيتوريا عليه فأعتقد ان الطبيعي جدا والمنطقي في عالم كورة اختيار أحمد الفيتوري هو الجهز حاليا طيب اختيارات خط الدفاع خط الدفاع اللغز الآخر عدم اختيار علي سلام افضل مدافع ليبيا بحسب وجهة نظري وضع الكثيرين علي سلام قيدهم المنتخب كابتن الفريق لفترة ما ممكن لو نشوف نفرز المنتخب هلين اكتر لعب هلين مباراة افريقية ودولية على المستوى الاندي والمنتخبات يمر بفترة ممتازة مع اهلي ترابس ربما كان افضل لعب في المباراة حسب وجهة نظري عدم مباراة ومباراة الاندي كانت رائع كان رائع كابتن عبدالورف شوف هنين نختلف ونفق في بعض الجزئيات ولكن عندما لديك دوري وعندك لعب ناشطين وجاهزين أعتقد لديك منافسة بين رياضين ولكن علي سلام هو رقم واحد في دفاع في ليبيا لا لديك لعب مدافع اصلا مع احترام صغير صغير لعب كان جيد ولكن فترة لم يكن عفوش أحمد صغير لعبي خط الوسط نتفق في جزء كبير منهم لأن هم الأقرب حاليا ولكن أعتقد محمد ترهوني لعب الاتحاد كان جدير بارتداء غلالة المنتخب لأن الفترة الأخيرة ترهوني بوجهة نظري أعتقد أن أجرأ لعب في كورة القدم الليبي حاليا لعب جري مغامر وإجابي على المرمى بالضبط لأن جبن المباراة الكبيرة أعتقد أن كاريزما لديه شخصية مهمة إضافة لمحمد صول لعب الأهلي لأن أعتقد أن لعب وعب كان أفضل لعب في مباراة الأهلي في أونز المعني وكان هو الوحيد الجري وعند شخصية كاريزما وما أحواجنا للاعبين يخلقوا الفرق رغم أن هذا صغير سن وتنقص التجربة بس عندها كاريزما وعندها شخصية وهذا يحتاج ليبيا حاليا صغار سن نشيطين عندهم رغبة للظهور وهذا يحتاجون للظهور للتكوين اسم في منتخب ليبيا صراحة مختلف تماما مع العديد من الأسامية ركزنا لبعض الأسامية في بعض المراكز مع فريق زاخو العراقي أعتقد هداف الفريق الطبيعي جدا في كرة القدم في العالم أي لعب عندك لديك دوري حياليا ناشط وعندك مشاكل كبيرة في نشاط اللاعبين واختار سبع لعبين محترفين وما كان من ضمنهم ومش من ضمن عبسام الفيتوري وكان المثير للجدل والغريب أن عبسام فيتوري أحد اكتشافات كليمنتي صحيح وهذا الغريب لما كان لا يلعب أساسي ورسمي كان يلعب في منتخب ليبيا والآن أصبح لعب مهم جدا حتى الصحف والمواقع الإلكترونية العراقية كلها تمدح في عبسام فيتوري فلنختلف أن عبسام فيتوري جيد أو لا ولكن هو واحد يدى في دوري عراقي فلتشفى عليه هذا أن يكون ضمن المنتخب كيف شفت إعادة أكرم الزوي حقيقة يستحق أرقام تستحق أن ترجع المنتخب كورة القدم أرقام ونتائج كابتن عبدالروف أرقام الزوي مهمة جدا أثبت نفسها في المقاولون العرب المصري أثبت نفسها في الداخلية المصري والحسين إربد هدافة دوري الأردني دوري ضعيف لا يوجد من نخبة صحيح فعلا ليس من طب 5 في آسيا ولكن دوري مهم في صرف دوري المحترفين حقيقي وتفرض نفسك في فريق من فرق الوسط في الأردن وتكون هدافة دوري الأردني مهي حاجة سهلة بالسرعة بمعنى نتحدى وسامع المنتخب الوطني الاتحاد والأهلي ومشاركة هما في البطولات كابتن عبدالروف لا أريد أن نذهب إلى المنطخب الوطني لن نذكر بحاجة مهمة أريد أن نحوار نحوار نحن وطني ومفروض يكون ليبيا الجنسية فلازم يكون عندها دور كبير جدا في الاختيارات أعتقد أن الطاقم المساعد الفني بالكامل بعيد جدا على كليمنتي يحسب مواردتنا من بعض المصادر أنه ليس لها أي دخل في الاختيارات المدرب كليمنتي لازم يعرف أن هناك تفقه كرة قدم في ليبيا لن نختلف تماما صاحب أهم بطولة في تاريخ ليبيا حاليا هي بطولة الشام ولكن لازم يعرف كليمنتي أن هناك رائعان في ليبيا وصحف رياضية يحترم ويحترم الناس تبع في كرة القدم الشعب ليبي والصحفي الرياضيين يفقوا في كرة القدم ويعرفوا مفرداتها فأعتقد أن الإعلام بصفة عام يتكلم يوصل لازم يسأل كليمنتي على اختيارات هذه فأنا دائما لدينا مشاكل مع الإعلام حاول التواصل مع ها كذلك مرة كنت في زيارة لإسبانيا وكان هو موجود حاول التواصل مع بعد وعدت مرتين بالجلوس معه ولكن لأسف كان على التليفون المشكلة في كليمنتي لازم نرى بعض الدول الإقليمية القريبة منه عربيا المدرب الأجنبي لازم يؤقت مؤتمر صحفي كل فترة لازم يسأل من قبل صحفين فيه لدينا تساؤلات كبيرة كابتن عبد روب حديث الآن عن أهلي والاتحاد كنا هم قطبي الكرة في ليبيا ولعيبين أهلي والاتحاد هم فلت النخبة صحيح بالوطن هل ترى معي أن الوقت مصحف قبل أن نأخذ رأيك مستوى في مباراة الذهاب في الدور الثاني للأهلي والاتحاد لكل البطولتين الأفريقيتين وكيف ترى حظوظهم في مباراة العودة أعتقد المبارتين كان أفضل في الإمكان أفضل مما كان صراحا كنتائج نحكي والأهلي الاتحاد قدموا مبارتين جيدة جدا خاصة مع خصمين كبار يجب أن نتفق كبير جدا وعريق هلالة سوداني مصنف خامس أفريقيا حاليا هلالة سوداني مصل لتسعة نصف نهائي في الشامبيونس ليغ وبطولات الأفريقية الأخرى عريق جدا لهلالة سوداني كنت تفوز على هلالة سوداني بهدف مقابل شيء وتقدم مباراة كبيرة جدا وظلم الأهلي لكي يكونوا صادقين من الحكم مؤلم في الموضوع أن الأهلي كان يستطيع أن يفوز بفرق أكثر من الأهداء وكان يساعد جدا في أم درمان فريق الهل السوداني في أم درمان فريق صعب جدا عند تقاليدة عند تقاليدة وصعب جدا أعتى الفرق الأفريقية سقطت في أم درمان مهزمبي ترجل تونسي النجم الساحلي الزمالك صعب جدا لملابا ولكن مما يشجع المتابعين للأهلي ترابلس المستوى الذيهر به الأهلي شجاع وهذا الذي أعجبني في التوليفة رغم بعض الاختلافات من ناحية التكتيكية ولكن الأهلي كان مميز انضباطيا وهذا الذي كان مميز الأهلي كان شجاع انضباطيا كان مميز للغاية مما يبيلك أن الهلال لا تحصل على فرص حقيقية كما هذا مما يبيلك أن الأهلي كان منظب التكتيكيين لأبعد الحدود ولكن أعتقد أن الأمور لو تمشي على حسب ما يفكر جمال بنوارا أعتقد أن الأهلي سيحقق مفاجأة من العيار التقيل في يوم الدرمان ونرغب في ذلك ونتمنى ذلك لكل أهلي نتمنى أن يكون مستوى فريق الهلال ستداني هو نفس المستوى الذي يظهر في مبارة الذهاب شوف الكل قال ستداني ليس قوي بس لم يكن ضعيف كابتن عبد الروف كان تكتيكين مهم وقوف الفريق في الملعب كان جيد هناك خبرة في الميدان تبان لمسات الفريق لا ننسو أنه طارق العشر لم يكن لدي فترة كبيرة مع الفريق ولمساته قاعدة مفاجأة مع الفريق ولكن كما قلت لك كلنا الطموح وأمل أن الأهلي يحقق المفاجأة من قلب أم درمان ونعتقد حسب وجهة نظري البسيطة الأهلي قادر لأنه فريق شجاع عنده روح روح البطل عندما ترى الأهلي مطمئن للأهلي تشعر أنه ممكن يوصل لبعيد وهذا الفرق بين الأهلي السنهادي والأهلي السنة الماضية في البطولة الأفريقية حدثنا عن الأهلي وساما سنتحدث عن الاتحاد ومباراة العودة مع فريق ميدياما سبورتينغ الغاني ولكن نواصل الحديث عن فريق الاتحاد باختصار مفيد الاتحاد عنده مباراة مهمة ميدياما ميدياما التكوين كان ولكن فريق غني جدا ويملك مقومات فريق لو نشوف تراك قيمة اللاعبين والبورسان تعليبي يسوي 3 مليون باوند و4 مليون باوند فريق غني ومميز جدا ومميز في غانا ونرى في مباراة القادم الاتحاد قدم مباراة جيدة نسبيا الاتحاد كان أسهل يفوز بفرق كبير من الأهداف أعتقد ثلاث أهداف كانت النتيجة الحقيقية المباراة ولكن عدم توفيق بعض المهاجمين في النقطة أعتقد أختلف مع نبيل كوكي في بعض الجزئيات في الفريق كان تأخر قليلا في بعض التغييرات خاصة في الهجوم الاعتماد على بعض اللاعبين في الأطراف واعتماد كثيرا على الأطراف الالتحاد كان يخترق بسهولة جدا من وسط طيب وصابح نواصل الحديث ولكن بعد أن نمر إلى هذا الفاصل ومن بعده نواصل إن شاء الله إذن لازلنا نتواصل معكم في هذه الحلقة من برنامجكم الرياضي كيوتوف مشاهدين المسلمين الكرام والتي قصصنا الحديث فيها عن ارتتاح بطولة ليبيا الأمن لكرة القدم وأيضا تحدثنا عن موضوع الناخب الوطني والمدرب الإسباني خفير كليمينتي والاتحاد العام الليبي لكرة القدم في هالأيام الماضية مشاهدين المسلمين الكرام يعني شفنا وتابعنا حدث مؤسف جدا لأحد الزملاء العالميين الرياضيين وكانت هناك أيضا وقفة احتجاجية تابعناها في اليومين الماضيين كانت هذه الوقفة الاحتجاجية أمام الأكاديمية الأولمبية الليبية وكانت هذه الوقفة من قبل إخوة زملاء العالميين في مجال الأعلام الرياضي طبعا هذه الوقفة كانت ضد اختطاف الزميل الأعلام الرياضي الزميل الأستاذ جمال منصور وهو الرئيس الاتحاد العسكري أو الرئيس الاتحاد الرياضي العسكري فهنا الصور واضحة أمامكم يعني كل يطالب بالحرية لسيد جمال منصور اللي تم اختطافه من قبل المجهولين في المدة القريبة الماضية كل من أتمنى أن يعود جمال منصور سالما غالما إن شاء الله عاجلا وغير آجلا لأهله وذويه أسامة مرايكا نتابع هذا التقرير الذي خصصناه عن الزميل الأعلام الرياضي جمال منصور يعتبر جمال منصور أحد الأعلاميين المتميزين في مجال الأعلام الرياضي حيث عرفه القارئ والمتابع لمجال الأعلام الرياضي من خلال صحيفة الشباب والرياضة تميز بأسلوبه السلس في النقد والمتابعات الرياضية المختلفة تقلد العديد من المناصب الرياضية لعل أبرزها رئيس لنادي الاتحاد الرياضي العسكري واستطاع رغم قلة الامكانيات أن يجعل من هذا النادي مركز التقاء للعديد من الشخصيات الرياضية والأعلامية وذلك بسبب العلاقة الطيبة التي تربط جمال منصور بالجميع فيكاد لا يوجد لهذا الرجل أعداء بسبب عفويته وبسطته وتسامحه وابتسامته الدائمة أعرف عنه التواضع والكفاءة المهنية وحب الناس يتواصل مع الجميع بكل تواضع دون أن ينظر لنفسه أنه برتبة عسكرية أو رئيسا لنادي كنادي الاتحاد الرياضي العسكري قدم نفسه فداء للوطن بنى ثورة السابع عشر من فبراير فكان من أوائل الثوار في مدينته كيكلة قتل إلى جانب ابناء مدينته كتائب النظام السابق التي أرادت ولم يكن يعلم أنه في يوم من الأيام سيخطف من أجل انتمائه لمدينة كافحة من أجل أن تنال حريتها في نظام أراد استبعاد الجميع فرغم كرهه للجهوية وحبه للسلم والتسامح بين أبناء الوطن وتجسد هذا في جهود الصلح والتصالح بين كيكلة وزنتان إلى أن كل هذا لم يشفع له عندما قبض عليه من قبل جهة مجهولة وهو في طريق عودته إلى ترابلس حيث اعتقل في أحد البوابات الأمنية بسبب هويته فنتمنى من الله أن يفك أسر هذا الإعلام وأن تلقى كل الجهود التي تبدل في سبيل إطلاق صراحه أدانا صاغية من قبل مختطفي ليعود سالما معافى إلى أهله وأبنائه وعائلته أدانا صراحة كابتن جمال منصور أحد القيم العالمية في رياضة ليبية وخاصة في البترة الأخيرة ناشط جدا لكل يتفق أنه هو شخصية محبوبة من الجميع حرية الصحافة وصوت الإعلام لازم يكون ثقف الحرية فيها عالي جدا نأسف بصراحة للاختفاء وصوات الصوات التي صدحت بالحقيقة يوما ما أنا نشكر كل إعلامي بصراحة لوقفة احتجاجية لازم يكونوا على قل برجل واحد لأن جمال منصور يمثل كل صحفي وكل من مسك قلم وكل من تكلم على آتي الراديو والتلفزيون لكل جمال منصور في هذه الفترة ونتمنى بصراحة نسمو عليه أخبار جيدة قريبا جدا يعود أهلا سالم بالإضافة للرجل لأنه هو زميل وكاتب ورغم لديه خبرة طويلة إلا أنه هو رجل معروف عليه أن الابتسامة دائما مدفارق ورجل دائما متفق علاما جميعا بصراحة ومحبوب منه ورغم زي ما جاء التقليل المميز أنه ذا رتبة عسكرية عالية ولكن عمرك ما تشعر أنك أنت تتكلم مع عسك تحس أنك أنت تحكي مع صديق أو أخ أكبر أو داعم دائما لكل ما له علاقة بالصحافة والرياضة والإعلام بصفة عامة وكورة القدم بصفة خاصة نتمنى عودة صراحة يؤلمنا غياب علينا جميعا إن شاء الله نعود الآن إلى موضوع حلقتنا في هذا اليوم يعني كنمة أخيرة وبيجاز مفيد وسامة عن كل ما ذكرناها اليوم بطولة الأمل بصراحة مبدين اسم على مسمى أنا أحيت فيه الأمل من جديد وأحيت فيه كل من لا أمن يحب كورة القدم ويحب الوطن لأن عودة كورة القدم رسالة كبيرة لكل عالم أن ليبيا بلد دعاة رياضة وسلم وأمن وليس دعاة إرهاب نشكرهم بصراحة لازم نشكرهم مرة تانية كابتن عبد الروف نشكر كل من ساهم باللجنة العالمية كل المسؤولين على إقامة البطولة لأن إقامة البطولة تشاله مشتحدي كبير إن ليبيا قادر على تنظيم أعتى وأكبر وأحسن وأفضل البطولات في الفترة القادمة بإذن الله تعالى مع استقرار وطن العزيز الأهل والاتحاد لكلنا أهل والاتحاد في الویکند في نهاية الأسبوع هذا كلنا نتمنى نشوف الأهل والاتحاد الترشح نتابعه في الفريق في أقل الفريقين في أقل التفاصيل وأعتقد أن هناك روح كبيرة من الفريقين بالعودة للجماهيل التي تتابعهم بالملايين في ليبيا للحبيبة رقم ثلاثة نتمنى من الاتحاد ليبيا لكورة القدم يعاود سبعة مرة أخرى لازم كليمنتي يفكر في أن في ناس في ليبيا تستفقى في كورة القدم لازم إجابة على كل أسئلتنا التي أطرحناها الفترة الأخيرة ولازم أن تهم العام يسرع أسامة في عادة لأن عدم عودة النشاط موت كورة القدم سريريا ونحن بصراحة نتنفس كورة القدم ولن نرضى أي حد في ليبيا بموت كورة القدم ونتمنى الأفضل لنا كلنا إن شاء الله نشكرك على المستوى الشخصي ونحن بدورنا نشكرك أسامة بن ناصر الصحفي بصحيفة لكيفة الفرنسية كنت ضيفا عزيزا والحديث لا يمل معك في هذه الحلقة من البرنامج رياضي كيكوف إذن مشاهدين مستمعين يبقى الأمل والأمل دائما في الله عز وجل على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من برنامجكم رياضي كيكوف دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة